اشتركوا في القناة صدر جورا القصة كان هناك رجل شاب متزوج يسكن في هذه القرية في بيت بعيد عن باقي البيوت فكان يذهب الصباح لمتابعة الماشية والزراعة وغيرها من اعماله اليومية وكانت زوجته تذهب في الصباح لتجمع الحطب والماء وغيرهما من الاحتياجات اليومية ولكن في احد الايام مرضت زوجته والتقلت الى رحمة الله تعالى وبقي الزوج وحيدا في بيته مع طفليه ولد وطفله ولم يترك عاداته فكان يخرج من البيت كل صباح لعمله ولكن بعد حوالي شهرين من وفاة زوجته رأى ان البيت نظيفا ومرتبا رغم انه لم يتركه كذلك ووجد ان صغيريه اكلين شاربين منظفين مثل ما كانت تفعل بهم امهم عليها رحمة الله فاستنكر الوالد هذه الظاهرة العجيبة من كان يقوم بترتيب البيت وتنظيفه واطعام الصغار علما بان الاطفال صغار جدا فالطفلة كانت عمرها سنتين والطفل كان عمره ثلاث سنوات ونصف تقريبا فكان الاب يسأل الطفل عن الشخص الذي يحضر الى البيت ويقوم بترتيبه وتنظيفه ويقوم بتقديم الطعام لهم وغسل اجسامهم وتنظيفها فيرد عليه الطفل ولكن لا يعرف من هي ولم يتمكن من سؤالهما لصغارهما وكانا لا يهمهما من تكون ولكن قرر الاب أن يرجع في اليوم التالي الى البيت مبكرا وفعلا رجع في اليوم التالي الى البيت قبل موعده المحدد فكانت الصدمة كبيرة بأن وجد الامرأة التي تحضر الى البيت كل يوم وجدها في البيت حقا وحين رآها اقشع الرجل ذو وعرف بأن هذه المرأة غريبة وليست من جنس الانس فسألها من تكونين فردت عليه قائلة أنا فاعلة خير في بيتك ومع اطفالك فسألها مرة أخرى بنفس السؤال من تكونين رغبة منه أن تقول بأنها امرأة من الجن فردت عليه بالفعل وقالت أنا امرأة جنية ولست من جنسكم فأنا جنية كنت اعيش في بيتك منذ البداية مع حياتك مع زوجتك رحمها الله وأنا مسلمة اصلي وأصوم فأنا مسلمة ولا أريد إيذاءك ولا إيذاء أطفالك الصغار إنما أشفقت عليهم من الحال الذي هم فيه وأشفقت عليك من الحال الذي أنت فيه وأنا أحبك فعرض عليها الزواج فقبلت ولكن بشروط قال وما تكون الشروط قالت بأن يرضوا أهلي بذلك فقال اذهبي إليهم فاخبريهم فذهبت لتخبر أهلها وكان أهلها يسكنون في جبل يبعد عن تلك المنطقة بعشر كيلومترات تقريبا عن منزل الزوج فقبلوا بذلك بعد محاولات عدة ولكن بشروط صارمة أولا بأن يقوم الزوج بإخلاء المنطقة الساكن فيها من جميع الحيوانات المفترسة وحتى الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب وغيرها ثانيا أن لا يقوم بانتظارهم أو متابعة طريقهم فقبل الزوج المستقبلي بذلك وأخبرته الجنية بأن أهلها سوف يقدمون إليه في اليوم التالي فقام هو بقتل جميع القطط والكلاب والضباع وكل السباع ما تمكن من قتله في منطقته حتى خلية المنطقة منها ما عدا كلب صغير لم يعلم بأنه كان تحت صخرة أو في مكان ما وفي اليوم التالي سمع صوتا مخيفا قادما من أعلى الجبل فلما نظر إلى مصدر الصوت رأى غبارا هائلا قادما نحوه ولكن فجأة انقطع هذا الغبار وسمع أصوات أناس وكأنهم في معركة وصياح وانقطع ذلك الصوت وانجلى ذلكم الغبار فانتظر طويلا ولكن لم يأتوا إليه ولكن شجاعته أجبرته بأن يخل بالشروط ويذهب لتتبعهم وفعلا ذهب لتتبع أثرهم ولكن ردته الجنية صارخة وقد صاحت في وجهه إرجع وسألته لماذا أخللت بالشروط فحلف بالله لها بأنه لم يخل بالشروط فقالت إنك تركت جروا هاهنا فأتى إليه ووجد الجروى الصغير تحت الصخرة وقالت له بأن أهلها كانوا قادمين فلما عوى صغير الكلب صاحوا ورجعوا إلى ذيارهم ولم يقبلوا زواجك مني مرة أخرى ولو جئت بما جئت من الحجج ولكن أخذ يحاورها ويكلمها ويعتذر لها فقالت تعال معي لنذهب إليهم وفعلا ذهبا وفي طريقهم مروا بصخرة كبيرة وكان هناك عجل مربوط فتعجب الرجل لهذا العجل في هذا المكان وسألها لمن هذا العجل فقالت بأن هذا العجل من عند أهلها وكانوا قد أحضروه بمناسبة الزواج ولكن عندما سمعوا صوت الكلب الصغير ربطوا العجل في هذه الصخرة الكبيرة ورجعوا إلى ديارهم فأكملوا بعد ذلك طريقهم إلى أن وصلوا إلى أهل الجنية وبعد محاورات عدة مع أبويها وأهلها وافقوا على الزواج مجددا وفعلا تزوج الرجل بالجنية وعاشوا عيشة هنية ولكن للأسف الشديد مرض الأطفال وماتت الطفلة الصغيرة ثم تبعها أخوها الأكبر ودار الزمان وحل بيته الأمان لمدة خمسة عشر عاما بعدها مرضت زوجته الجنية وتوفيت وبقي هو وأولاده الأربعة من الجنية بعد ذلك بحوالي ثماني سنوات فمرض ثلاثة أطفال وماتوا في شهر واحد فبقي هو وولده الوحيد وكان عمره ذلك اليوم إحدى عشر سنة وكان أبوه كبيرا في السن فخشي عليه من الموت فكان يسكب على هذه الصخرة كميات كبيرة من السمن والعسل ليذهب الشر عنه وعن ولده الوحيد وكذلك كثير من الناس بعده زعموا بأن هذه الصخرة تجلب لهم المنفعة وتذهب عنهم الشر جهلا منهم ولكن بعدها بفترة بسيطة انتقل أبوه إلى رحمة الله وبقي هذا الولد ساكنا لوحده ذلك البيت المخيف وكان مثل والده يذهب في الصباح ويرعى الماشية ويتابع الزراعة وغيرها من حاجيات الحياة حتى كبر وتزوج الولد وأنجب ولدان توأمان وتوفيت أمهما في ولادتهما فرباهما وأحسن تربيتهما من خلق ومعاملة وكرم وجود حتى كبروا فأخذ يقص عليهم حياته وحياة أبيه الذي تزوج بالجنية وأن أخوالهم كانوا جنا من الجن وبعد خمسة عشر عاما صدم الولدان بعد أن اختفى الأب وبحثوا عنه في كل مكان وفي كل جبل وفي كل حد وصوب وطرقوا عليه الأمصار وبحثوا عنه في الجبال والقفار فلم يجدوا له أثرا فحزنوا عليه حزنا شديدا وظنوا أنه قد أكلته الحيوانات المفترسة حيث أن هناك بعض النمور والسباع وغيرها إلى يومنا هذا يقول الراوي وعاشوا حياتهم حياة قاسية بدون أب عزيز ولا أم حبيبة كما يقول الراوي وقبل حوالي أربع سنين التقت توأمان بأحد كبار القرية فذكرهم بما كان لأبيهم من الرجولة والشهامة والكرم فبكوا عليه بكاءا وحزنوا عليه حزنا شديدا وطلبوا منه التوقف عن الكلام في الموضوع لأنه يحزنهم كثيرا فقال لهم هناك طريقة ربما تمكنكم من العثور على أبيكما وهي أن تذهبوا إلى عراف وهو مشعوذ وعياذ بالله وتسألونه عن حاجة ضائعة لكم لا تخبروه اسألوه عن حاجة تضيع لكم فانظروا ماذا يقول لكم وتردد كثيرا حول هذه الطريقة وفكروا هل يذهبوا أم لا لكنهما قرر أخيرا أن يخوضا هذه التجربة فذهبا في يوم من الأيام إلى مشعوذ في اليمن وهو من يهود اليمن فسألاه عن ضائعة لم يجدوها منذ سنين طويلة فقال لهم أهل هو أبيكم فاستغربوا كيف عرف ذلك فقال لهم إن أباكم حي يرزق ولكن مسجون في أرض واسعة ويراكم كل يوم ولا يستطيع التكلم إليكم أو مناذاتكم أو لمسكم فدهشوا من ذلك دهشة كبيرة وقال إن أباكم له أخوال من الجن فبعدما ماتت أمه قرر أخواله أن يأخذوه إلى عالمهم وأن يكون بينهم بعدما تكبرون وتصيرون قادرين على أنفسكم فاختطفوه وهو في جبل أمام منزلكم ولكن لا أحد يستطيع استرجاعه إلا في محاولة واحدة وحيدة فإن نجحت هذه المحاولة فسيرجع إليكم أبيكم وإن لم تستطيعوا فهي المحاولة الأخيرة فسألاه عن هذه الطريقة وكيف تكون فقال في كتابكم المسمى القرآن قال توجد صورة باسم كذا يقول الراوي نسيت اسم الصورة فليقرأها وليرددها أهل اللحا ويقصد الملتزمين في ذلك السد علما أن في هذه المنطقة يوجد سد لجمع الماء للماشيع وهو سد صغير قال وليكن شجاعا الذي يقرأ لأنها المحاولة الوحيدة قال وفي خلال قراءته لهذه الصورة سوف يرى نفرين من الجن كبيرين جدا وقويين وكل واحد ماسك بذراع أبيكما أحدهما ممسك بذراعه اليمين والآخر ممسك بذراعه الشمال وأبوكما في وسطهما فليواصل قراءته ولينتزع منهما أباكما بالقوة وليرفع صوته بالقراءة لأنهما سوف يهربا إذا سمع صوته جاهرا بالقراءة قال وبهذا سوف يرجع إليكما أباكما ولن يستطيع الجن اختطافه منكما مرة أخرى فما كان من الولدان إلا الرجعا وقاما بالبحث عن من يستطيع إجراء هذه العملية ولكن للأسف يقول الراوي لم يجد أحد منهم من يعمل هذا الفعل ويقدم على هذا العمل حتى أنهم طلبوا من أحد أقربائي يقول الراوي وهو إمام مسجد الآن طلبا منه أن يجري هذه العملية كما أوصاهما ذلك المشعوذ الساحر فقال لهم أنا لا أؤمن بهذا الكلام لأنه قول يهودي مشعوذ وكذلك ولده ولد قريبي يقول هذا الراوي قال فرد عليهم بنفس الرد يقول الراوي وهم الآن في حيرة من أمرهما وفي انتظار رجعة أبيهما إلى هذا اليوم قال وقد رأيت هذان الرجلان في سوق الدائر بني مالك قال رأيت واحدا منهما وهو يمشي مثل المجنون يفكر طوال وقته في أبيه مهموم بأبيه قال هذه القصة حقيقية وكانت بدايتها قبل حوالي خمسين عام ولا زالت الصخرة التي كان الناس يتداركون بها موجودة إلى الآن في مكانها قال وقد تحول لونها إلى الأسود بسبب السم والعسل الذي كان يسكب عليها ولله في خلقه شؤون لنها مكانها نهاية حوالي خمسين كانت من مكان لينها ولونها متواجد وأبيهما ماداش سببوا في فقاله